اشتركوا في القناة لخوض منافسات الرجل الحديدي مشيرا إلى أنه بدأ الاستعدادات مبكرا للمشاركة في سباق الرجل الحديدي عبر خوض العديد من التدريبات اليومية للوصول إلى الجهزية البدنية والفنية للمشاركة في السباق أملا في تحقيق نتائج متميزة في السباق الإقليمي والتطلع إلى تحقيق إنجاز أفضل ورقما جديدا في هذه البطولة وضف سمو إلى أن البرنامج التدريبي الذي خاضه يعتمد على قوة التحمل نظرا لاعتبارات فنية خاصة بالسباق الذي يتطلب استعدادا بدنيا وذهنيا مختلفا عن السباقات الأخرى ويتضمن الاستعداد البدني أساسا لتدريب الجسم على تحمل ساعات طويلة من التدريب وأشار سموه بأنه سيخوض السباق بهمة عالية نظرا لوجود طابع التحدي رغم الإدراك بقوة المنافسة في السباق وحجم الصعوبات والتحديات والمشاركة الواسعة من قبل مختلف اللاعبين على المستوى المحلي والخارجي وأشار سموه شيخ ناصر بن حمل الخليفة بأن لديه العزيمة والإصرار لتأكيد مكانته بعد النجاح الكبير الذي حققه من المشاركة في السباقات الماضية وقدم سموه تقديره لكافة الوزارات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة على تعاونها الكبير مع اللجنة المنظمة والحرص على بذل الجهود لإخراج سباق مميز يعقس الإمكانيات العالية التي تتميز بها مملكة البحرين بالكوادر الإدارية والفنية كما حرص سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على متابعة أنجال سموه سمو الشيخ الشيمة وسمو الشيخ محمد وسمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد الخليفة في مسابقات الأيرون كيدز والأيرون جيرز والتي أقيمت ضمن الفعاليات المصاحبة لبطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي وشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة فعاليات المسابقة التي شهدت مشاركة واسعة من الأطفال وحققت نجاحا منقطع النظير وشهدت منافسات الأكواثلون التي قيمت في الفترة الصباحية مشاركة واسعة من الأطفال في سباقات السباحة والجري كما كانت منافسات الأيرون جيرز وكيدز قوية ومثيرة وشهدت مشاركة واسعة بلغت غرابة 900 مشارك ترجمة نانسي قنقر